الذي تناوله بألفاظ متعددة كما قلنا أكثر من أربع وأربعين كتابا هذا الحديث نقرأ صدر الحديث من سره عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله من سره أن يحيا حياتي ويموت مماتي ويسكن جنة عدن التي غرسها ربي فليوال علي من بعده وليوال وليه وليقتد بالأئمة من بعده فإنهم عترتي خلقوا من طينتي إلى أن يقول شاهدنا في هذه الكلمة هذه الكلمة تكررت في هذه الكتب فَوَيْلٌ لِلْمُكَذِّبِينَ بِفَضْلِهِمْ مِنْ أُمَّتِي أَلْقَاطِعِينَ فِيهِمْ صِلَتِي لَا أَنَا لَهُمُ اللَّهُ شَفَاعَتِي هذه الرواية وردت في مصادر مختلفة ويمكن أن نقول أن هذه الرواية بالذات إذا تضمون قضية حساب الاحتمالات ومعادلات حسابات الاحتمالات هذه الرواية من الروايات المتواترح المقطوع بصدورها من النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وفق حساب الاحتمالات هذه الرواية مذكورة في مصادر أذكر منها أحمد في مسنده نحوا من هذه الألفاظ كنز العمال للمتق الهندي بل أحمد في مسنده المجلد الثاني صفحة أربعمية وتسعة وأربعين كنز العمال جزء اثنعش صفحة مية وثلاثة تاريخ مدينة دمشق جزء اثنين واربعين صفحة ميتين واربعين ترجمة نانسي قنقر